اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اذا كنت من محب القهوة فلا تفوت هذا الفيديو ستتعلم اشياء جديدة ومفيدة عن مشروبك المفضل ولكن احذر فقد تندهش مما تسمع هل انت مستعد؟ اذا هيا بنا القهوة تحتوي على الكافيين وهو منبه يؤثر على مستقبلات الادنوزين في الدماغ الادنوزين هو مادة كيميائية تساعد على النوم والاسترخاء ولكن عندما تشرب القهوة يمنع الكافيين الادنوزين من الارتباط بالمستقبلاته مما يجعلك تشعر باليقظة والنشاط ولكن هذا ليس كل شيء الكافيين يزيد ايضا من افراز الدوبامين والنور ادرينالين وهما مواد كيميائية تسبب الادمان والسعادة هذا يعني ان القهوة يمكن ان تجعلك تعتمد عليها وتشعر بالانسحاب والاكتئاب اذا توقفت عن شربها شرب القهوة بكثرة يمكن ان يسبب العديد من المشاكل الصحية مثل القلق والارق والصداع والتوتر والتهيج والهلوسة والارتجافات والتسارع القلبي كما انه يمكن ان يؤثر على مستويات الهرمونات والسكر في الدم ويزيد من خطر الاصابة بالاكتئاب والفصام والانتحار بعض الدراسات اظهرت ان القهوة يمكن ان تقلل من حجم الدماغ وتؤدي الى ضعف الذاكرة والتركيز والقدرة على التعلم لذلك كم من القهوة يمكنك شربها بامان؟ الجواب يعتمد على عوامل مختلفة مثل الوزن والعمر والحالة الصحية والحساسية والتحمل ولكن بشكل عام ينصح الخبراء بعدم تناول اكثر من 400 ميلي جرام من الكافيين يوميا وهو ما يعادل حوالي اربعة اكواب من القهوة ويجب ان تتجنب شرب القهوة في وقت متأخر من الليل او عندما تتناول ادوية او مكملات تتفاعل مع الكافيين تأثير القهوة على القلب والكلا والمعدة والعظام سنشرح لك كيف تزيد القهوة من ضغط الدم وتسبب الجفاف وتهيج المعدة وتحفز الحموضة وتمنع امتصاص الكالسيوم سنعرض لك بعض الابحاث العلمية التي تثبت ان القهوة يمكن ان تزيد من خطر الاصابة ببعض الامراض الخطيرة مثل السرطان والسكري والجلطات والزهايمر وسننصحك بكيفية تخفيف اثار القهوة السلبية مثل شرب الماء واختيار القهوة الخالية من الكافيين وتناول الاطعمات الصحية وممارسة الرياضة نأمل ان تكون قد استفدت من هذا الفيديو وان تكون قد تعلمت شيئا جديدا عن القهوة اذا اعجبك الفيديو فلا تنسى الاعجاب والاشتراك والمشاركة مع اصدقائك واذا كان لديك اي تعليقات او اسئلة فلا تتردد عن كتابتها في الاسفل شكرا لمشاهدتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته